الإعلام الرياضي في مصر دايما لو فيه أي مشكلة تخص النادي الأهلي حتى لو كانت بسيطة المشكلة دايما بيتكلم فيها بحرية كبيرة وبيتكلم ويرصد ويقول ويهاجم النادي الأهلي يهاجم المؤسسة الأكبر في إفريقيا يهاجم المؤسسة الأكبر في الشرق الأوسط عشان قد يبان أنه هو إعلام قوي عشان يبان أنه هو إعلامه محايد وقادر أنه يهاجم النادي الأهلي الكيان الكبير زي مثلا عندك مشكلة كهرباء مع محمد فضل مشكلة بسيطة كلها لم تتجوز عشر سوان فضل كل الإعلاميين تقريبا تتكلم في المشكلة دي وقد إيه أن الأهلي أصلا كان غلطان أنه يتعاقد مع لاعب مهمل لعب فاشل في سلوكياته زي كهرباء وأن الصفقة دي كانت وحشة جدا لأنه قهرباء له أزمات كتيرة على مدار تاريخه وفضل الإعلام يتكلم ويقول ويعيد ويزيد فيها تشوف مشكلة شيكبالا محدش جاب سرتها مع أنه هو هو نفس الإعلام اللي عامل نفسه محايد عامل نفسه من بانها في مشكلة شيكبالا ومشاكل الزمالك عموما شفنا كمية الخناءات مع مجلس الإدارة مدربين بيمشوا مشاكل إدارية كبيرة إقاف القيد مديونيات وغرامات مجاملة واضحة من اتحاد القورة للزمالك محدش بيتكلم عنها خالص رغم أنه كل ده بنشوفه وبنشوف واحد زي إبراهيم فاي بيتكلم مبارح عن مشكلة محمد محمود وإن كأنه كرسة وكمبلة موقوطة داخل النادي الأهلي وإن فيه خناقة بينه وبين موسماني وإن النادي الأهلي قد إيه بيبزي المجودات كبيرة عشان يحتويها وفضل يهري في الموضوع ده أكتر من ربع ساعة هني حتحوت قال نفس الكلام عن نفس المشكلة وفضل يعيد ويزيد ويتكلم وبرضه ما فيش أي كلام يخص الزمالك ولا بيتكلم عن المشاكل اللي بتخص الزمالك وكأن مشاكل الزمالك ده ترى بالعين المجردة كأن الزمالك ده فريق منتصر فريق صاحب بطولات مفيش عليه أي حاجة خالص مفيش أخطاء مفيش أي حاجة نروح لمسلسل الغرامات المستمرة المرة ده كريستين جروس المدير الفني السويسر السابق للزمالك بيحصل على حكم نهائي بأحقياته في الحصول على 700 ألف دولار من نادي الزمالك طبعا الحكم ده كان خده في الإدارة السابقة أيام مرتضى منصور ده حكم نهائي بسبب عدم حصوله على مستحقاته أثناء وجوده في الزمالك وعدم حجز تذاكر الصفر له في عاهد المجلس السابق بجانب عدم حضور أصلا لمحام الزمالك مع أنهم دايما بيقولك أنهم أصحاب القانون وأكتر ناس فهمة في القانون الزمالك لو ما دفعش في خلال 30 يوم بس هيكون هناك عقوبات إضافية من الفيفا الفيفا في نفس الوقت بيوقف الزمالك رسميا من القيد فترتين اتحاد الكورة لسه فاكر أنه يعترف وبيقول أنه وصل لهم إختار من يونيو الماضي بمنع الزمالك من القيد وقالهم أنهم عرفهم وأن الزمالك اتفق مع الجانب الكاميروني بشأن جدولة مستحقاته المتعلقة بغرامة حسام أشرف وأن الزمالك قام بتزديد جزء من تلك المستحقات طب أنت مالك كاتحاد الكورة أصلا وبنفس الوقت اتحاد الكورة بيقول أنهم توصلوا مع الزمالك عشان المستحقات الخاصة اللي عند الزمالك لاتحاد الكورة والاتفاق برضو على جدولة المستحقات زي ما احنا عارفين أن الزمالك بيعاني من أزمة تتعلق بالقيد لوجود مستحقات تتخطى الخمسين مليون جنيه لاتحاد الكورة ومشاكل كبيرة جدا وأواضي خلاص اتحكم بيها اتجاه الفيفا بس ما تقلقوش يا زمالكوية طول ما وزير الرياضة موجود طول ما اتحاد الكورة موجود طول ما فيه واحد زي هاني أبو ريدا موجود ما فيش حد يقلق وزير الرياضة صرف 25 مليون جنيه للزمالك وكمان هيصرف بعد اسبوع كمان 25 مليون جنيه عشان الزمالك يسد ديونه للتحاد الكورة وبالتالي الإقافي يترفع وكمان هيبقى فيه قعدة ويشوفهم إزاي هيجدوله مستحقتهم ومديوناتهم للفيفا طبعا الفلوس دي بتروح للزمالك بدون رقيب ولا حسيب ولا فيه أي حد يحاسب ولا فيه أي حد يسأل الفلوس دي منين وليه الفلوس دي بتتصرف للزمالك بس ما بتروحش دعم للرياضة المصرية وكأن الرياضة المصرية مش محتاجة دعم من وزير الرياضة وكأن وزير الرياضة شغلته هي دعم الزمالك بس ملوش دعم دعم بأي فرقة تانية ولا بأي ألعاب فردية ولا حتى بالأفطال اللي بتشرف مصر وبتاخد مديليات وما حدش بيعبرهم ولا حتى بيغضوا ولا ملي نروح لأخبار منتخب مصر الجهاز الفني بقيادة البرتغار الكارلس كيروش بيعلن القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين والقائمة المبدئية دي ضمت طبعا نجم ليفربول المتقلق فخر العرب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول إنجليزي ويضم كمان أحمد حجازي المتقلق في الدور السعودي لاعب اتحاد جدة وأحمد حسن كوكا لاعب الأهلي السابق وكونيا سبور التركي وكمان ضملت القائمة محمد النيني لاعب أرسنال الإنجليزي ومصطفى محمد المحترف في الدور التركي في فريق جلتة سراي وكمان لاعب سام مرسي اللي محترف في دور الدرجة التانية من الدور الإنجليزي والأول مرة المحترف المصري عمري مرموش اللي بلعب في شتوتجر الألماني اللاعب ده لاعب كويس جدا ولاعب هداف وإن شاء الله ليه مستقبل كبير وأخيرا أحمد ياسر ريان لعب ألطاي التركي وكريم حافز اللي محترف كمان في الدور التركي زي ما احنا عارفين منتخب مصر هيواجه نظيره الليبي مطلع الشهر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين وكمان الجولة الرابعة هتكون في بنغازي نتمنى التوفيق للمنتخب المصري نروح لأزمة كبيرة عاملها لاعب الأهلي ناصر ماهر اللي تقدم بعرض رسمي من نادف يوتشار الصعد حديثا للدوري عشان يتعاقد معاه نهائيا ناصر ماهر رافض أي حلول ودية وأبلغ مسؤول القلعة الحمراء برغبته في الرحيل إلى بيرامدز بعد ما توصل الاتفاق مع الإدارة فريق بيرامدز طيب فريق بيرامدز عايزين يقنع النادي الأهلي إن هو يسيب اللاعب قبل غلق باب القيد اللي هو كان المفروض 7 أكتوبر بس تقريبا في كلام إن هو يتمد لآخر الشهر عشان الزمالك يرحق أي ثقافات بيرامدز قدم 7 مليون جنيه لكن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض بسبب ضعف المقابل المادي طبعا خرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسماني اللي رحب برحيله على الفور بالموسم الماضي يعني ناصر ماهر لاعب لا يستحق بصراحة ارتداء فلنة النادي الأهلي الأهلي بيعلن عن مدة غياب محمود متولي محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي قال إن إصابة محمود متولي مدافع الفريق غير مقلقة بالمرة غير مقلقة مني يا عم ده كان ميت ورجع تاني وبعدين اتصاب تاني طب اللاعب ده هيرجع إمتى قالك هيرجع بعد أسبوعين متولي اشتكى من التهابات في الربة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا لكن بيقول إن الأمر لا يضع له القلق وهناك تحسن كبير في حالته واللاعب بيؤدي علاج طبيعي فقط ومش ينزل التمرين غير لما يتعافى تماما بالإصابة اللاعب ده لعب كويس جدا ويريت إنه هو يشارك فقارة بفرصة